موسيقى اول حاجة في الريدنج هنقرأ تاكست عن الشخصيات المصرية اللي بتقدم دعم للمجتمع بتاعها تاني حاجة عندنا كلمات مهمة هنعرف تعرفتها واخر حاجة في الجرامر هنقرأ تاكست عن الشخصيات المصرية قبل ما نبدأ عايزكم تفكروا في السؤالين دون اول حاجة فكروا مين هو الشخص اللي انتو بتاخدوه قدوة لكم your role model تاني حاجة الشخص اللي انتو اخترتوه قدوة لكم ده ليه اخترتوه كقدوة هو قدم ايه او هي قدمت ايه للمجتمع بتاعه تعالوا نشوف اهم الكلمات في اليونة ده اول كلمة معانا blood pressure blood pressure وهو ضغط الدم the pressure at which blood flows through the body يعني مستوى ضغط الدم في الجس before the operation قبل العملية a nurse should check the blood pressure of the patient يعني الممرضة لازم تقيس ضغط الدم عند المريض generous generous يعني شخص كريم willing to give money or help يعني مفتعد يساعد ويدي فلوس especially more than the usual يعني بشكل اكتر من المعتاد my sister is really generous اختي كريمة جدا she always buys things for her friends دايما بتشتري حاجات لصحابها iron level ودي معناها نسبة الحديد في الجسم the amount or quantity لنسبة او كمية الحديد iron which exists in small amounts in the blood واللي هو بيكون موجود بنسبة ضئيلة في الجسم normal iron levels for men يعني نسبة الحديد بالنسبة للرجال بتتراوح من 70 لمية خمسة وسبعين micrograms per deciliter deciliter دا نسبة العشر من اللتر long term لو حاجة long term معناها بتستمر على مدى طويل it's not short term it's long term يعني continuing بتستمر for a long time into the future في المستعمل the company had a fairly long term contract الشركة كان عندها long term contract عقد استمر لفترة طويلة that will last for a long time حيستمر لفترة طويلة prestige ودي كل ما بنستعملها في اللغة العامية لما نقول prestige يعني حاجة اللي هي الهيبة دي حاجة ممكن شخص يكتسبها ونقول الاحترام respect and admiration يعني الاعجاب اللي الشخص ممكن يكتسبه بسبب نجاحه أو important position in society يعني مكانته المهمة في المجتمع good education تعليم الكويس money الفلوس and power السلطة give people prestige دي ثلاث حاجات ممكن تخلي الشخص عنده prestige يعني احترام وما كانه في المجتمع roar وده صوت عالي وهو غالبا بيكون صوت الاسد الزئير a deep loud noise made by an animal such as a lion we heard a lion roaring سمعنا أسد بيزقر so we returned quickly to the car عشان كده روحنا العربية بسرعة role model وزي ما قلت لكم في الأول لما تفكروا في حد بتاخدوه قدوة لكم ده معناه هو role model بتاعكم a person who people admire يعني الناس بتحبه بتعجب بي and whose behavior يعني تصرفاته is copied by others تصرفاته الناس بتحب تقلدها زي مثلا مين ممكن نقول محمد صلاح is a role model for all the young people كتير من الشباب بيعتبروا محمد صلاح قدوة لهم desire ودي الرغبة a strong feeling that you want something when you want something لما تكون عايز حاجة قوي ممكن نقول it's a desire you have a desire it was raining outside كان في مطر برة and I had no desire to go out ما كانش عندي رغبة ان انا اخرج transplant دي معناها عمليات زرع الاعضاء medical operations يعني العمليات الطبية in which a new organ new organ يعني عضو جديد is put into someone's body بيتحط جوة جسم الانسان زي ما قلت لكم وهي زراعة الاعضاء for example سير مجد يعقوب center for heart in Aswan مستشفى مجد يعقوب للقلب في Aswan is famous for heart transplant مشهور بعمليات زراعة القلب donate بمعنى يتبرع to give money ممكن انت تدي فلوس blood دم organ او عضو or goods goods زي مثلا اللبس الطعام دي كلها حاجات بتعتبر goods to help a person or an organization عشان تساعد شخص او مؤسسة people can donate to the Egyptian food bank to help others يعني الناس ممكن تتبرع لبنك الطعام المصري عشان يساعدوا الناس التانيين agreement ودي معناها اتفاقية it's an official document يعني وثيقة رسمية اتنين بيمضوا عليها they signed عشان يوروا انهم اتفاقوا على حاجة they signed an agreement مضوا على اتفاقية to share the business together عشان يتشاركوا في البزنس intelligence وهو الزكاء a high ability to think يعني قدرة عالية ان انت تقدر تفكر think reason reason ان حد يكون بيفكر بطريقة logical مبنية على التفكير مش المشاعر and understand وتفهم to succeed and reach your goal عشان تنجح وتحقق هدفك you need to have intelligence لازم يكون عندك intelligence زكاء دلوقتي هنقرى قطعة عن supporting the community يعني دعم المجتمع هنتعرف على بعض الاشخاص او الشخصيات اللي دعموا المجتمع بتاعهم in the reading text هنقرى عن محمد صلاح محمد صلاح is one of Egypt's most famous footballers يعني واحد من اشهر لعبة الكورة في مصر he is admired for his intelligence admired يعني الناس بتحبه وبتعجب به عشان هو ذكي للذكاء اللي عنده and his ability to score goals يعني قدرته ان هو يسجل اهداف in 2017 he scored the goal سجل الهدف اللي خلى مصر تقدر تروح كاس العالم اخر مرة من ساعة 1990 من سنة 1990 صلاح حزبين praised praised يعني يمدحو صلاح الناس بتمدحو عشان his kind and generous donations التبرعات السخية اللي بيقدمها للcharities في مصر للجمعيات الخيرية في مصر يعني اتبرع لقريته عشان يبنو مدرسة and he has helped a children's cancer hospital in Cairo وكمان قدم المساعدة لمستشفى لعلاج السرطان للاطفال في القاهرة صلاح's desire رغبته ان هو يساعد الاخرين is because he wants to give young people a chance to succeed عشان هو عايز يدي فرصة للشباب ان هما ينجحوا he is a role model to millions of Egyptians يعني هو قدوة لملايين من المصريين who gave him the nickname اللي الدول لقب the happiness maker صانع السعيدة let's practice a little a blank means a deep loud voice made by an animal such as a lion or by someone's voice يعني الصوت ده عالي والأسد ممكن يعمله وممكن الإنسان يقدر يعمله الصوت ده ايه هو الصوت اللي قلنا عليه صوت الأسد الزئير roar very good blank is the respect and admiration الاحترام والإعجاب that someone gets because of their success اللي حد بيكتسبه بسبب نجاحه or important position in society مكانته المهمة في المجتمع إيه هي الحاجة دي بنقول عليها إيه very good prestige a or an is a strong hope or wish يعني إيه حاجة يعني إيه حاجة هي أمل أو أمنية عند الواحد حاجة that you really want حاجة أنت عايزها قوي what can we call it desire very good حاجة means willing to give money رغبتك أن أنت تدي فلوس or spend time أو تقدي وقت in order to help people عشان تساعد الناس التانية اللي محتاجة very good generous لو حد كريم حيبقى بيدي من وقته وبيدي من ماله وبيدي من أي حاجة عنده عشان يساعد الآخرين a or an is an official document وثيقة رسمية that people sign to show that they have agreed to something عشان يقولوا إن هما اتفعوا على حاجة بنقول عليه إيه it's an agreement اتفاقية to blank is to allow some blood or a body organ إن أنت تسمح بب إن أنت تسمح لبعض من الدم أو a body organ عضو من الجسم to be removed إن هو يتشال من جسمك عشان حد تاني يقدر يستعمله إن أنت تتبرع بحاجة من جسمك ممكن حد يتبرع بكليته حد يتبرع بالدم بنقول عليها إيه to donate very good something means containing for a long period number seven blank means continuing for a long period of time long period of time or relating to what will happen in the future بنقول عليها إيه حاجة حتستمر لفترة طويلة في المستقبل long term my neighbor is kind and brave جاري طيب وشجاع he is a role to everyone in the area يعني دول حاكتين الناس كلها تبعى عايزة تقلدهم وكل الناس بتحبهم يبقى هو حيكون إيه of course he will be a role model قدوة لكل الناس اللي حواليه a is someone whose behavior or attitudes شخص تصرفاته وأفعاله are copied الناس بتحب تقلدها because they admire them عشان هما بيحبوها again role model قدوة دلوقتي عايزين نشوف الفارق بين كلمتين مهمين other and others امتى هقول other وامتى هقول others other for example هقول some people like English بعض الناس بتحب الإنجلش other people don't like it يبقى الأشخاص الآخرين أو أشخاص تانين مش بيحبوا الإنجلش he waved to me with his other hand لوح لي بإيده التانية طب others امتى هقول others بكل سهولة هقول others لما أنا مش حذكر الشخص التاني أو الحاجة التانية يعني مثلا some people like English زي الإجزامبل اللي فوق others don't like it كل اللي عملته أنا نشيلت people وبدل ما أقول other people أعدها تاني it's already there أهي بدل ما عدتها تاني في الجملة دي أنا شلتها وقلت others آخرين لا يحبون الإنجلش when do I say another another بكلمة تالتة ممكن تيجي بمعنين أول معنى I like this cake كيكة دي حلوة جميلة give me another one يعني أنا كلت اللي معايا وأنا عايزة قطعة كمان so give me another one يبقى حتبقى بمعنى give me one more I don't like this cap الكاف ده مش عاجبني give me another one يبقى دي بمعنى give me one different ما أنا عايز واحد تاني مختلف غير ده conservation and preservation conservation زي ما اتفقنا هو بمعنى الحفاظ على البيئة conservation of wildlife أو environment يعني أحافظ على الحياة البرية أو البيئة preservation معناها الحفظ إني أحفظ الطعام مثلا so preservation of food زي مثلا الأكل المعلب ده بنقول عليه preservation of food إن أنا زي أحتفظ بالأكل دلوقتي حنشوف بعض الكلمات ونشوف synonyms بتاعتها مرادفات ليها وantonyms يعني كلمات بعكسها أول كلمة benefits ودي بمعنى فوائد ممكن أقول advantage أو profit لو عايز أقول حاجة مضرة أو حاجة مش مفيدة ممكن أقول disadvantage أو hindrance find out to find out إني أكتشف حاجة ممكن أقول discover or detect عكسهم conceal or hide يخفي generous زي ما اتفقنا معناها كريم ممكن أقول open-handed or big-hearted عكسهم بخيل ممكن تبقى miser or mean happen يحصل ممكن أقول occur or take place عكسها thieve halt or stop happiness واللي هي السعادة ممكن أقول pleasure or joy عكسها displeasure or sadness الحزن أو عدم الرضا injured مصاب ممكن أقول wounded or hurt عكسها healthy or healthful يعني بصحته long term زي ما اتفقنا معناها لمدة طويلة ممكن أقول lasting durable or continuing يعني مستمر عكسهم short term temporary مؤقت أو لفترة قصيرة praise يمدح appreciate or glorify يعني زي يعظم أو يقدر عكسها condemn or criticize يعني ينتقد prestige زي ما اتفقنا وده التأدير ممكن نقول esteem influence بمعنى التأثير أو أثر في المجتمع عكسها unimportant or disrespect عدم احترام أو غير مهم غير أهمية support يدعم aid or assist يساعد أو يقدم العون desert abandon desert هنا هي شبه كلمة desert اللي هي الصحراء بس لما بتبقى فعل هقول he deserted me يعني هم سابوني وبقيت لوحدي or abandon me reduce يقلل ممكن أقول decrease or cut down عكسها increase enlarge or expand يكبر يوسع أو يطور let's practice a little she found out that her husband had done a lot of good found out بمعنى اكتشفت عايزين كلمات تبقى عكسها antonyms ممكن نقول ايه يعني حاجة بمعنى أخفة أو خبة very good concealed or hid أخفة وخبة our football team had three injured players injured ايه كلمات ممكن تكون بمعنى injured يعني مصاب very good I can say wounded أو hurt hosting the handball world cup added to our country's international prestige لما استضفنا كاس العالم لكرة اليد دي حاجة علت من مكانتنا في المجتمع الدولي ايه كلمات ممكن تبقى بمعنى prestige very good esteem or influence اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا I wish you all the best اشوفكم الحلقة الجاية